اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الفصام مقدمة الفصام طراب دماغي شديد يدوم طوال حياة المريض وقد يخال المصاب بالفصام انه يسمع اصوات او يرى اشياء غير موجودة وقد يعتقد ان الاخرين يستطيعون قراءة افكاره او التحكم في عقله تؤدي اعراض الفصام الى اصابة كثير من المرضى بقدر من الاعاقة لكن المعالجة تجعل الكثير من المرضى يتحسنون ويعيشون حياة مرضية يساعد هذا البرنامج على فهم الطراب الفصام وهو يتناول اسبابه واعراضه وسبل معالجته الفصام الفصام طراب مزمن شديد يلحق اعاقة بالمريض وقد تؤدي اعراض الفصام الى صعوبة المحافظة على العمل او على الاصدقاء كما يمكن ان يؤدي الفصام الى عدم قدرة المريض على الاهتمام بنفسه يسمع المصابون بالفصام اصواتا لا يسمعها غيرهم من الناس وقد يظنون ان الاخرين يعتزمون ايذاءهم واحيانا لا يكون كلامهم مفهوما عندما يتكلمون يمكن ان يصيب الفصام اي شخص وهو يصيب الرجال والنساء من جميع الاعراق على قدم المساواة كما يمكن ان يظهر الفصام عند المراهقين ايضا بل عند الاطفال ايضا وان تكن اصابات الاطفال نادرة من الممكن ان يعاني مريض الفصام من اعراض مشاكل نفسية اخرى ايضا ومنها القلق الاكتئاب الافكار او التصرفات الانتحارية الاعراض تتنوع اعراض الفصام من معتدل الى شديدة ويبدأ ظهورها بين السادسة عشر والثلاثين من العمر عادة وليس من الشائع ان يصاب احد بالفصام بعد تجاوز الخامسة والاربعين من العمر تبدأ اعراض الفصام عند الرجال في اواخر العقد الثاني من العمر او في اوائل العقد الثالث عادة اما عند النساء فان ظهورها يبدأ في اواسط العقد الثالث او في اوائل العقد الرابع تنقسم اعراض الفصام الى ثلاث مجموعات مختلفة وتتضمن كل مجموعة نمطا بعينه من انماط الفصام وهذه المجموعات هي الايجابية السلبية المعرفية تتضمن الاعراض الايجابية تغيرات في طريقة التفكير والتصرف المعتادة لدى المريض وهي سلوكيات ذهانية ويكون المصابون بهذه الاعراض غير قادرين احيانا على التمييز بين ما هو حقيقي وما يتخيلون وجوده تعد الهلوسة احدى اشكال الاعراض الايجابية وهي ان يسمع المريض او يرى او يشم او يحس باشياء لا يستطيع غيره سماعها او رؤيتها او شمها او الاحساس بها ان سماع اصوات رغم عدم وجود شخص يتكلم هي من الاعراض الشائعة لدى الاشخاص المصابين بالفصام تعد التوهمات من الاعراض الايجابية ايضا ويكون ذلك عندما يصدق المريض اشياء غير صحيحة فعلى سبيل المثال يمكن ان يعتقد مريض الفصام ان المذياع او التلفزيون يتحدثان اليه شخصيا وعلى نحو مباشر كما قد يظن ايضا ان الناس يحاولون اذاءه ان الطرابات التفكير شكل اخر من اشكال الاعراض الايجابية وهي طرق في التفكير ليست مألوفة ولا مفيدة قد يعاني المصاب بالطراب التفكير مشكلات في ترتيب افكاره وقد يتوقف في منتصف الجملة او يخترع كلمات لا معنى لها ان الطرابات الحركة شكل اخر من اشكال الاعراض الايجابية وقد يقوم المصاب بها بتكرار بعض الحركات مرة بعد مرة وفي حالات اخرى يمكن ان يتوقف عن الكلام والحركة لبعض الوقت وهذه حالة نادرة اسمها الجامود تترافق الاعراض السلبية بحدوث قطاعات في العواطف والسلوكيات المعتادة وقد يصعب تمييز هذه الاعراض كجزء من اعراض الفصام حيث تشبه هذه الاعراض اعراض الاكتئاب او غير ذلك من الامراض وقد يظهر على الاشخاص من دول الاعراض السلبية صعوبة في المرح والاستمتاع صعوبة في التخطيط والالتزام بنشاط معين كتسوق المواد الغذائية مثلا وقد يظهر على الاشخاص من دول الاعراض السلبية ايضا عدم اظهار اية تعبيرات على الوجه كالابتسام او العبوس مثلا التحدث بصوت جامد قلة الحديث مع الاخرين حتى عند الحاجة الى ذلك تعد الاعراض المعرفية خفية مثل الاعراض السلبية وقد تصعب ملاحظة الاعراض المعرفية او تمييزها ومنها صعوبة استخدام المعلومات بعد تعلمها مباشرة صعوبة الانتباه صعوبة استخدام المعلومات لاتخاذ القرارات تؤدي الاعراض المعرفية الى صعوبة في ممارسة حياة طبيعية عادة وفي كسب اسباب العيش ومن الممكن ان تخلق شدة نفسية كبيرة للمريض يمكن ان يظهر الفصام عند المراهقين لكن ملاحظته تكون صعبة في البداية لانه قد تبدو الاعراض كأنها من جملة المشكلات التي يعاني منها المراهق عادة وذلك من قبيل تقلب المزاج وسرعة الانزعاج كثرة تغيير الاصدقاء نيل درجات سيئة في المدرسة صعوبة النوم برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأسباب لا يعرف احد سبب الاصابة بالفصام معرفة مؤكدة لكن ثمت عوامل معروفة كثيرة يمكن ان تكون من جملة الاسباب ان التركيب الوراثي واحد من الاسباب التي قد تكون لها مساهمة في الاصابة بالفصام وهذا يعني ان الفصام يمكن ان يكون متعلقا بالمورثات او الجينات التي يأخذها الشخص عن ابويه ويزداد احتمال الاصابة عند وجود شخص فصامي في الاسرة كما يمكن ايضا ان تمارس عوامل البيئة المحيطة دورا في الاصابة بالفصام ويعتقد العلماء ان التفاعل بين المورثات والبيئة المحيطة امر لا بد منه لظهور الفصام وقد يكون لعدد من العوامل البيئية دور في هذا وذلك من قبيل سوء التغذية قبل الولادة او التعرض للاصابة بالفيروسات اضافة الى المشكلات التي تحدث في اثناء الولادة وعوامل اخرى ايضا يعتقد العلماء ان عدم التوازن في التفاعلات الكيميائية في الدماغ يمارس دورا في الاصابة بالفصام كما ان ادمغة المصابين بالفصام تبدو مختلفة عن ادمغة الاصحاء اختلافا بسيطا فعلى سبيل المثال فان الاجواف المليئة بالسائل في مركز الدماغ واسمها بطينات الدماغ تبدو عند المصابين بالفصام اكبر حجما مما هي عليه عند الاصحاء التشخيص لا يوجد فحص طبي قادر على تشخيص الفصام ويجب ان يجري التشخيص على يد طبيب نفسي والطبيب النفسي مقدم رعاية صحية متخصص في الاضطرابات النفسية والسيوكية والعاطفية لا بد من معرفة التاريخ الاجتماعي والطبي للمريض من اجل تشخيص الفصام وقد يطرح الطبيب النفسي اسئلة عن الاعراض وعن تاريخ الاسرة كما يمكن ايضا ان يجري مقابلات مع افراد الاسرة او مع الاصدقاء لسؤال عن اية تغيرات في سلوك المريض قد تجرى اختبارات للدم وصور للدماغ لانها مفيدة في التحقق من ان الاعراض ليست ناجمة عن امراض اخرى المعالجة لا يوجد علاج يشفي من الفصام لكن المعالجات المتوفرة قادرة على ضبط اعراضه وباستخدام هذه المعالجات يتمكن مرضى كثيرون من التحسن ويعيشون حياة مرضية تستطيع مضادات الدهان تخفيف كثير من اعراض الفصام وهي تعمل عن طريق تغيير التوازن الكيميائي في الدماغ لكن من الممكن ان يتطلب الامر عدة تجارب ومحاولات قبل التوصل الى الدواء الافضل لحالة المريض يمكن ان تسبب مضادات الدهان اثارا جانبية خطيرة ومنها تشوش الرؤية دوخة تسارع ضربات القلب الشعور بالتململ مشكلات طمطية كما يمكن ان تسبب مضادات الدهان ايضا زيادة الحساسية لضوء الشمس طفح جلدي تيبس حركات جسم غير مسيطر عليها زيادة الوضن تزول هذه الاثار الجانبية تلقائيا بعد بطعة ايام غالبا لكن زوال بعضها يتطلب وقتا اطول وعلى المريض اخبار مقدم الرعاية الصحية دائما باية اثار جانبية تظهر عنده من الممكن ان يعاني بعض المرضى من نقص فيما يخص الاعراض وهذا يعني انها قد تختفي ثم تعاود الظهور او تصبح اشد مما كانت عليه ويحدث هذا عادة عندما يتوقف المريض عن تناول الدواء ويمكن ان يحدث هذا ايضا عند تناول الدواء من غير انتظام او في غير المواعيد المقررة لتناوله يتوقف المريض احيانا عن تناول الدواء لانه يشعر بتحسن حالته وعدم حاجته اليه اكثر من ذلك لكن من غير الجائد ان يتوقف المريض عن تناول مضادات الدهان قبل استشارة مقدم الرعاية الصحية يجب اتباع ارشادات مقدم الرعاية الصحية حول كيفية التوقف عن تناول الدواء وينصح مقدم الرعاية الصحية عادة بتخفيف الكمية تدريجيا ولا يجوز ان يكون التوقف مفاجئا ابدا يمكن ان تكون المعالجة النفسية مفيدة لمرضى الفصام الذين استقروا على تناول الادوية المضادة للذهان ان المعالجة النفسية تساعد هؤلاء المرضى على التعامل مع التحديات اليومية التي يضعهم مرضهم في مواجهتها وذلك من قبيل صعوبات التواصل والعناية بالنفس والعمل وبناء العلاقات مع الاخرين والمحافظة عليها يستطيع المعالج النفسي مساعدة المريض فهم الفصام على نحو افضل بحيث يعينه على التعايش مع هذا الاطراب وهو قادر على تفقيف المريض فيما يخص هذا الاطراب واعراضه الشائعة والمشاكل التي يمكن ان تواجه المريض وكذلك فيما يخص اهمية المثابرة على تناول الادوية تعد مهارات معالجة المرض من بين الامثلة على المعالجة النفسية وهي تستطيع مساعدة مريض الفصام على تعلم كيفية تدبر حالته تشمل مهارات معالجة المرض التفقيف العائلي اعادة التأهيل مجموعات المساعدة الذاتية معالجة حالات اساءة استخدام العقاقير والكحول يمكن ان يؤدي تناول المخدرات والكحول الى تقليل فعالية الدواع كما ان تدخين السجائر يمكن ان يجعل مضادات الذهان اقل فائدة للمريض وقد يحتاج مرض الفصام الى مساعدة طبية لترك التدخين لانه يمكن ان يجعل الاعراض تتفاقم اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الفصام الطراب نفسي شديد يدوم طوال حياة المريض وقد يخال المصاب بالفصام انه يسمع اصوات او يرى اشياء غير موجودة وقد يعتقد ان الاخرين يستطيعون قراءة افكاره او التحكم في عقله يمكن ان يصيب الفصام اي شخص وهو يصيب الرجال والنساء من جميع الاعراق على قدم المساواة كما يمكن ان يظهر الفصام عند المراهقين ايضا بل عند الاطفال ايضا وان تكن حالات الاطفال نادرة لا يعرف احد سبب الاصابة بالفصام معرفة مؤكدة لكن ثمت عوامل معروفة كثيرة يمكن ان تكون من جملة اسباب الاصابة بهذا الاطراب لا يوجد علاج يشفي من الفصام لكن المعالجات المتوفرة قادرة على ضبط اعراضه وباستخدام هذه المعالجات يتمكن مرضى كثيرون من التحسن الى حد يسمح لهم بعيش حياة مرضية تستطيع مضادات الدهان تخفيف كثير من اعراض الفصام وهي تعمل عن طريق تغيير التوازن الكيميائي في الدماغ لكن من الممكن ان يتطلب الامر عدة تجارب ومحاولات قبل التوصل الى الدواء الافضل لحالة المريض يتوقف المريض احيانا عن تناول الدواء لانه يشعر بتحسن حالته وعدم حاجته اليه اكثر من ذلك لكن من غير الجائد ان يتوقف المريض عن تناول مضادات الدهان قبل استشارة مقدم الرعاية الصحية يمكن ان تكون المعالجة النفسية مفيدة لمرضى الفصام الذين استقروا على تناول الادوية المضادة للدهان ان المعالجة النفسية تساعد هؤلاء المرضى على التعامل مع التحديات اليومية التي يضعهم مرضهم في مواجهتها وذلك من قبيل صعوبات التواصل والعناية بالنفس والعمل وبناء العلاقات مع الاخرين والمحافظة عليها شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين